هانو بصراح السعداني كان ممثل صاحب رؤية وكان ممثل ليه ثقل وكان ليه كمان خلفية ثقافية قوية جدا حتى في المخارج، مخارج الألفاظ، طريقة الإلقاء حتى دور أياً كانت دور اللي بيلعبه بالمناسبة صراح السعداني كان ليه مدرسة مختلفة من أول مسلسل بدأ فيه ممكن مسلسل رحيل تقريباً سالة ستين صحيح لغاية مسلسل الأصدقاء رحلة مختلفة، رحلة استثنائية لفنان استثنائي لو هدركها تضع عنوان لهذه الرحلة وهتكلمنا عن عناصر استثنائية وخصوصية هذه الرحلة طيب خليني أبدأ بجملة سمعتها من أستاذ محمود سعد ربنا ادي له الصحة هنا في الستوديو اللي جانبهك وهنا استوديو واحد لما كنا بنعم برنامج ببيت بيتك قبل 2010 ومرة كنا قديم بنتكلم في تحضير الفقرة كده فقال لي أنتعرف يا محمود أكتر ممثل مسقف في مصر مين؟ فمحبتش خمن قال لي صلاح السعداني هتخش بيته هتلاقي مكتبة مش موجودة في بيت ممثل تاني على الإطلاق ومش مكتبة للوجاهة عشان يبقى منظر البيت يعني أن فيه كتب قرأ كل ما وصلت إليه يده ده كان شهادة محمود سعد على صديقه صلاح السعداني أنا عارف كويس قوي أن حكم التكوين هو الفرض الحالة اللي حضرك حكيته عنها على صلاح السعداني يعني إيه هو ابن الحرم مصرية في حوارج جيزة اللي اتولد فيها وشاف أخوه الكبير محمود السعداني الولد الشقي شافه بيسخر من العالم كله أهم كاتب ساخر شافته الأمة العربية هو ابن الحرم مصرية اللي ارتبطت مع أحلام فترة الخمسينات والقومية العربية وفكرة الصعود للدولة المصرية فكرة أنه في مصر دولة تريد أن تفرض صوتها وأن يسمع الجميع صوتها وأن تجعل أيضا قضايا المهمشين وضحايا الاستعمار وما يعني ذلك في صلب دورها صلاح السعداني شاف كل ده اتربى في ظل ده كان دايما يقول في حوار شهير له مع جلدة الآلي في التسعينات كان بيقول فيه أنا ابن صورة يوليو وأنا ابن جمال عبد الناصر كان بيتكلم بإحساس شديد جدا من الوقائع النادرة الزكر عن صلاح السعداني أنه سنة 72 اتكتب مطالبة لرئيس السادات من الفنانين والمثقفين بكسر حالة ألا سلم ولا حرب كان من سنة 67 لسنة 73 كان فيه حرب للتنزاف ثم فيه سنوات ما كانش فيها أي قتال وبالتالي المثقفين المصريين وقعوا فيه ناس كتير خافوا يوقعوا من القلة اللي جروا على توقيع هذه المطالبة لرئيس السادات بكسر حالة اللي لا سلم ولا حرب كان الشاب الصغير اللي لسه عامل دور بسيط فيه فيلم الأرض بس الدور عظيم في معناه علواني الفلاح وعمل بعد كده الدور العبقري مسعد فيه أغنية عم مر طبعا وقع على هذه الوثيقة وللأسف الشديد عقب بعد ذلك على هذا الأمر فيه ناس كتير تفتكر أنه إبعاد صلاح السعداني عن التمثيل لأنه دفع دور دفع تمن دوره كمثقف وكوطني فيه ناس بيعتقدوا أن إبعاده عن التمثيل كان بسبب مواقف أخوه محمود السعداني اللي كان محبوس ساعتها في قوائع العصر رئيس السادات ولكن الحقيقة أنه هو لا هو كان له دور وكان له مواقف شخصي وكان يحاسب على هذا الدور ودفع تمنه وقعد فترة كبيرة مبتعد عن التمثيل ولكنه في نفس الوقت كان عنده قضية وعنده مبدأ ما كانش شخص يعني أنا قلت من شوية أنه ابن حرم مصرية هل حد فيكو سمع صلاح السعداني قبل كده في دور من الأدوار بيحاول يتكلم بتون غليظ أبدا أو أنه هو يعني البلطاجي بقى بالعكس ده مثل يعني أخلاق أولاد البلد والحرم مصرية الأصيلة الحقيقية على فكرة يعني لما شفنا حسن أرابيسك احنا شفنا ابن بلد الزوق اللي هو بيقع وبيقف تاني اللي هو عنده هناته وعنده مشاكله اللي هو ممكن في العزة يبقى من المخدرات ممكن يبقى من المخدرات ونشوفه أقات في الغرزة بس المشهد اللي بعده دي عبقريده وصمع الله يرحمه المشهد اللي بعده بنشوفه بيفتك الزكرياته في حرب اكتوبر وإزاي كان بطل في حرب اكتوبر صلاح السعداني جسد في زمن حاتم زفران الفيلم الايكوني اللي هو من أفلامه الايكونية وجسد أيضا في حسن أرابيسك فكرة بطل حرب اكتوبر الذي فوجئ بعد أن جاء بالنصر أنه فيه آخرين هم اللي بيستفيدوا بأزها النصر أنه حقه مخدوم أنه البلد اللي بيحارب عشانها ما بقيتش هي اتغيرت المقساة دي اللي جسدها بوعيه صلاح السعداني عبقريد وصمع الله ركاشة بالتأكيد المقساة دي كانت جزء من هم صلاح السعداني مش مسألة أنه بيمثل يعني أقولك حاجة هذا العمل لم يكن لصلاح السعداني بالأساس يعني أرابيسك جمال عبد الحميد المخرج وهو عايش حاجة القصة أنه المسلسل ده كان بالأساس هيروح لعاد الإمام وعاد الإمام قعد مع قسمانا العكاشة وقرد دور ثم طلب تعديلات فرد عليه قسمانا العكاشة وقال له أنا ما بعملش أدوار تفصيل فيش تعديلات الدور زي ما هو ثم اتقال يوح يا فخراني بس احي يا فخراني كان عنده مسلسل تاني ثم اتقال محمود عبد العزيز وكان عنده مسلسل تاني راح لصلاح السعداني ترشيح رابع كمان اه ترشيح رابع بس ايه ما فيش حد يعمل حسن أرابيسك إلا صلاح السعداني متقدرش تتخيل حد في الدور ده هين فعل